فشل العدوان الأمريكي البريطاني على عدد من المحافظات اليمنية في تحقيق أي هدف عسكري فهو لم ينجح في استعادة الردع الأمريكي ولا في منع القوات المسلحة اليمنية مهاجمة سفن في جنوب البحر الأحمر في المقابل يتمسك أنصار الله أكثر من أي وقت مضى بموقفهم المعلن من استمرار الهجمات ما دام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا عن هذه القواعد التي رسمها اليمنيون في البحر الأحمر يقول محللون أمريكيون أنصار الله قاموا بتصميم وتنفيذ سياسة متطورة أثبتت نجاحها الهائل وفقا لأهدافها المعلنة في حين صممت الولايات المتحدة ونفذت سياسة تعترف بأنها كانت فشلا ذريعا فعديد من شركات الشحن أوقفت جميع العمليات من وإلى الموانئ الإسرائيلية فيما شهد أحد الموانئ الإسرائيلية وفق خبراء أمريكيين انخفاضا بنسبة 85% في النشاط الاقتصادي منذ أن نفذ اليمنيون تهديداتهم الأكيد أن تأثير الضربات الأمريكية مفقود وهو ما اعترف به بنفسه جو بايدن قائلا أن الضربات لم تصفر بعد عن التأثير المطلوب عن هذا التخبط في الإدارة الأمريكية يقول معهد رون بول إن بايدن قرر تصعيد الحرب الأمريكية على اليمن مع خسارة سياسته في الضربات على رغم عدم وجود خطة محددة لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في المنطقة عدم وضوح الأهداف الأمريكية يأتي على وقع بعث مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مذكرة إلى الرئيس بايدن تتساءل فيها عن السلطة القانونية التي يتمتع بها كقائد عام للقوات المسلحة للسماح بشن هجمات على أنصار الله في اليمن المذكرة أثارت تساؤلات عن سلطة بايدن لاستهداف اليمن على الرغم أن السفن الأمريكية لم تكن هدفا للضربات اليمنية الهدف الحقيقي من هذا التصعيد يقول محللون هو هوس المحافظين الجدد بشن الحرب على إيران لكن ما جرى في الحقيقة هو تعزيز مكانة أنصار الله بشكل أفضل داخل محور المقاومة ترجمة نانسي قنقر